معنا من القاهرة عضو مجلس النواب المصري السابق ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية دكتور عماد جاد أهلا وسهلا بك دكتور عماد دائما معنا عبر سكاينيوز عربية دعني أبدأ معك من قراءتك لهذه الزيارة كنا تبعنا مع مراسلنا من أنقرة وصول الرئيس الإسرائيلي إلى أنقرة ورقائه رئيس أردوغان وكل ما سيجري البحث به بين الرئيسين يعني أتصور أنها زيارة تكسر حاجز التوتر الذي كان موجودا في العلاقات وهو أمر إيجابي للغاية لا سيما وأن تركيا دولة من الدول المشاطئة للبحر المتوسط ومن المهم أن تقوم بترسيم حدودها البحرية بعيدا عن الوضع في ليبيا بحيث تكون جزء من منظمة غاز المتوسط ويحدث نوع من التعاون والتنصيق ونستطيع أن نقول أنها زيارة جاءت بانفتاح تركي على إسرائيل نظرا للمصالح التركية الملحة كما جاء بالفعل في حديث مراسلكم الوضع الخاص بالغاز شرق المتوسط الوضع الخاص بالسياحة الإسرائيلية الوضع الخاص بالدور الإسرائيلي في المنطقة كل هذه الأمور دفعت الرئيس التركي للإنفتاح على إسرائيل وهو أمر نراه إيجابي للغاية بعد توتر في العلاقات بدأه الجانب التركي واضطر للتراجع عنه نتيجة الحاجة للتفاهم مع دول المحيط ودول المنطقة ككل سنعود بالعلاقات برأيكم دكتور عماد إلى ما كانت عليه سابقا لأن هذا ربما ما سمعناه من الرئيسين وخاصة قبل أن ينتقل بطائرته الرئيس الإسرائيلي هذا تحديدا ما قاله سنعمل على إعادة العلاقات إلى طبيعتها بهدوء سيدة الفاضلة تركيا من أوائل الدول الإسلامية التي اعترفت بإسرائيل وأقامت مع علاقات دبلوماسية وكان هناك تعاون استراتيجي مع حكومات تركية مختلفة وكانت إسرائيل تقوم بتحديث الطائرات التركية وتقوم بصيانة لها وكان هناك تعاون غير مسبوق حتى في ملاحقة حزب العمال الكردستاني استعانت بإسرائيل في القبض على عبدالله أجلاب إذن التوتر جاء نتيجة اتجاه تركيا في فترة من الفترات وأتصور مع ابتداء من 2006 لبنقصين توظيف القضية الفلسطينية في محاولة كذب ود وتعاطف ولعب دور قوي نحن مع تطوير العلاقات بين كل الدول لكن أتصور أن العلاقات ستعود وأتمنى معها أن يتتوقف المزايدة التركية على أي انفتاع عربي وتوقيع اتفاقات وتفاهمات لأن تركيا شنت هجوما كبيرا على تقارب عدد من الدول العربية مع إسرائيل وتوقيع اتفاقات إبراهام وهاجمت هذه الدول وزيادت على دول عربية عديدة دون أن تقدم أي شيء سوى لحركة حماسه وبالتالي نحن نقول أننا نتمنى تطور العلاقات التركية الإسرائيلية ولا نريد أي توترات في المنطقة لكن علينا أن نقول في التوقيت نفسه نتمنى أيضا أن تتوقف القيادة التركية عن استثمار القضية الفلسطينية وتوظفها مصلحيا وبالتالي التهجم على أي دولة عربية كانت تقترب من تطوير علاقاتها أو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل يعني الرئيس التركي هاجم دول عربية عديدة وحتى كان يهاجم زيارات من مسؤولين إسرائيل لمصر مثلا على سبيل المثال في حين أنه يستقبل والآن دكتور الأصوات تعلوا بوجهه وبالتالي كيف سيواجه أردوغان هذه الأصوات المنتقدة؟ لا يعني المصالح تتغلب على كل شيء أستاذ الفاضلة يعني هو نتيجة الأوضاع المتردية نتيجة التوتر علاقاته مع المحيط الجغرافي نتيجة تراجع السياحة نتيجة تدهور العمر التركية كل ذلك ضغط على أردوغان وأردوغان شخص براجماتي يعني هو يعلم أن سياسة فن الممكن وأنه لا يستطيع الاستمرار طويلا في الاتجار بالقضية الفلسطينية وبالتالي وجد أن مصالحه تقتضي تطوير العلاقات مع إسرائيل فقام بتطويرها وأتصور أنه لديه آلة إعلامية ستبرر له ذلك والضرورات تبيح المحذورات وأمور من هذا النوع لكن لن يكون مقبولا منه بعد ذلك لا إسرائيليا ولا من دول أخرى أن يتاجر بهذه القضية ويواصل دعم حماس ويتحدث بشكل وكأنه المناضل الذي سوف يحرر القدس لا علاقة له بهذه القضية تركيا دولة مستقلة والدول العربية الأخرى دولة مستقلة المفروض ألا تتدخل كرئيس دولة في شؤون الدول الأخرى لتترك كل دولة تتحرك من منطلق مصالحك يعني أنت استقبلت الرئيس الإسرائيلي من منطلق مصالحك وبحثت عن السياحة التركية وعن تطوير العلاقات مع السياحة الإسرائيلية وعن تطوير العلاقات مع إسرائيل ورغمنا سنكون أمام مزيد من توقيع المعاهدات أيضا في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية كما ذكرت طبعا وأتصور أنه يبحث أيضا عن دور إسرائيلي في تلطيف الأجواء في منطقة شرق المتوسط لأنه أراد أن يحصل على أكبر من حصته أراد أن يفرد ذلك بحكم الأمر الواقع في شرق المتوسط فإسرائيل لم تساعده مصر لم تساعده اليونان لم تساعده قبرط لم تساعده وتشكلت منظمة غاز الشرق المتوسط ووجد نفسه خارجها ربما هو الآن يسعى لتطوير علاقاته مع مصر كما سعى لتطوير العلاقات مع الإمارات وتجاوز الخلافات القديمة التي جاءت من جانبه وبالتالي الآن أتصور أنه يستعين بالجانب الإسرائيلي لكي يسهل له مسألة ترسيم الحدود البحرية حتى يحصل على جزء من كعكة غاز الشرق المتوسط في وقت يبحث فيه العالم أجمع عن إمدادات الغاز ولا تستطيع الدول المنتجة حاليا أن تعود الغاز الروسي لا سيما وأن هناك عقود ممتدة بين الدول المنتجة للغاز والنفط ومن سام أردوغان ربما تحت ضغط الواقع وتحت ضغط المصالح قام بهذه الخطوة ولا يستطيع أن يتراجع عنها في الفترات القادمة وأتصور أن هذا أمر إيجابي للغاية شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من القاهرة عضو مجلس النواب المصري السابق ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية الدكتور عماد جاد شكرا جزيلا لك